والبنات والرجال والولاد والفريق الأول والكلام ده كله انت شفت خلانا بقى ندي الكمان البنات حققوهم شوية انت شفت الانجاز اللي حقققوا البنات السنة دي حققوه شفتوا ازاي لا هم البنات السنة دي عملوا طفرة طبعا ايه جديد اللي ده خلوهم خلوهم بقى منافسين وبيغضوا البطولات دلوقتي اه هم البنات احنا طول عمرنا في السيدات الأهلي اه كنا بناخد كل البطولات نعم نجيه حصل فترة حصل فيها دروب شوية اه لان هم ابتدوا يخرجوا عن المصار او كان عندهم بعض المشاكل سواء النفسية او ادارية او فنية ايه النفسية والكلام ده كله هي ادارية النمرة واحدة بس فابتدين احنا نشتغل بقى الجزئية دي اه لكن احنا كان فيها عناصر شايفين فيه قصور في بعض المراكز نبتدين نشتغل عليها بتدين نطعهم جبنا مدير فني على مستوى عالي مين المدير فني محمد عادل نشك الجهاز عايزين نحط معايا مثلا اتنين من المدربين اللي هما المستقبل نعم يعني دي من ضمن الحاجات اللي دايما اه بل اشتغل عليها اه ودايما حتى خالد ساعات بيكلمنا فيها ان انت لازم يبقيوا عندنا عنصر شاب مع وهو المدير الفني البنات متقابل الكلام ده اه متقابل الكلام دوت فالتاني انا اشتغل على الكلام دوت جبنا معاها كان معاها محمد عبد الويرس واشام عبد الوهاب اشتغلوا معاها مع باية الجهاز ادروا ان هما يحققوا يشتغلوا مع البنات البنات كانت حابة المنظومة وشغالين كويس ابدعوا ابدعوا وحققوا دوري وكاس وسانا دايمان كنت لما انا計ضت اعدائتي معاهم انا يمكن ما بعودش اتكلم كتير مع الف queda خاص باسيب الجهاز اللي يتعامل اه development لكن في بداي بعددي معاهم قلتلون مخلي بالكوا احنا مش انا مش presence محاطي دوري وكاس اعرض افريقيا انا عايز ما ننفذ على الافريقيا مش عشان برضو مباش يعني بزود الحملة عليهم لكن انا عشاني نفذ على الافريقيا محتاج ما يجوكي بيا وافريقيا فيها كل اتيادي كويسة سيدات سيدات جوايبة قصة شارق افريقيا وانجولا وكفاء انجولا الوحدة عندهم فريتين محتكرين عندهم فريتين بيأكلوا عيال بيش بيأكلوا بشر حملية صعبة وانا عارف الكلام ده ولكن احنا لازم نشتغل ولازم تكون انت وفكركوا متماشي معانا في الجزئية دية ان احنا لازم نشتغل على نفسنا عشان ننفس الموضوع من السهل اه يعني هم بدأوا السنة اللي فاتت احنا طلعنا ثالث البطولة كانت عندنا على الارضنا السنة دي اه انا عارف ان هم مكنوش في احسن حاجة بس بصراحة الاجواء كانت صعبة اه يعني هم ممكن بالنسبة لهم تكون العملية احنا متعودين على كلامنا يعني العفصالة حر ده شيء طبيعي رطوبة عالية مفيش مشكلة تحمل لكن هم مش متعودين على الكلام ده يعني ان هم اول مرة يلعبوا في فريقيا اول مرة يلعبوا في الجو ده اه يعني هم الليعبوا فيه منهم الليعبوا منتخبات هيتعودوا صغيريا لكن على مستوى كبير لا بالنسبة لهم لا الامور صعبة اكل مش عارف يعني برضو مش لا لا الجو مش مناسب لكن انا برضو لما بنيجي نتكلم انتو مش جايين تاكلوا اه اه فالاكل ده حاجة سنوية يعني انت بتغير تفكيرهم بس بالظبط بالظبط بس طيب انت شاب كورة اليد بالنسبة الوقتي للنادي الاهلي هي فين بالنسبة الافريقيا وبالنسبة هقولك بقى الشمال الافريقيا وتبدأ تنفس عالميا شايفها فين دا احنا دلوقتي يعني متسايدين دلوقتي القرى الافريقية القرى الافريقية معنى بطل السوبر وبطل افريقيا بطل الدولة وهلعف في كاس عالم وهلعف في كاس عالم اللي جاي اه هل فيه اعداد كويس لكاس عالم ولا مجرد تمثيل مشرف كأول مرة دا احنا دي يمكن رابع مرة اعتقد ان احنا يعني فيه مرة انا كنت احضرها انهوت كنت بتفرج اه وفيه مرتين اهمة احنا يعني بالسنة اللي فات احنا اطلعنا رابع اه والسنة دي بس المجموعة بتاعتنا بقى يعني القرى وقعتنا في مجموعة تجيلة شوية معنا برشلونة والنور واحنا عارفين فرقة السعودية بتادت يعني دخلة تزيد تزود في الرياضة بتجيبه محترفين وكلام ده بيدعوص ان شاء الله احنا بس مبدأ الراجل احنا بقى برضه انا ما بدخلش في جزئها دي قوي اه اه هو الراجل شايف ان هو انا مش هقدر اجيب محترف على مستوى عالي يعني كواليته هو الفكره ان هو حاجة زي علي زين يعني ده المستوى اللي هو بيفكر فيه وانت عندك الوقت اللعبة المحترفة بتاعتك بره بسم الله ما شاء الله ما محدش منهم ينفع ايه يجي يلعب معنا ان هو مع النادي يلعب في قطوط اوروبا ما ينفعش حاجة لا انا بقولك يعني عن متن فهي المستويات بالزبط وانا اللي عندي الفرقة الناس اللي كلها اللي عندي ما شاء الله كلهم مستوى عالي فقالك انا عشان اجيب لازم اجيب اعلى من اللي عندي فما فيش حد متاح فمش هدفع فلوس في حد نص نص لا ما دي حقيقة دي صح فانا انا اعتمد على اولادي وهو في اللقاء انا اسمعت له اللقاء اللهم هي دي فرقتي اللي انا هلعب بيه يعني رايح ومعتمد على رجالكم انا صح بالزبط بالزبط طيب انت شاب فريق السيدات دلوقتي بالنسبة برضو الافريقيا احنا في اين احنا في المستوى التالت يعني يعني هي انجولا محتكلة الجزئية دي كاندية محتكلة اول وتاني خبراتهم اعلى فيهم لعيبة دوليين اللعيبة الدوليين دول بيلعبوا افريقيا بيلعبوا بطواط عالم فهم قريدي خبراتهم اعلى عندهم محترفين برا عندهم محترفين برا طيب زائد ان عندهم القوى البردانية بفرقة السرعة فرقة عندنا عشان كده احنا لو اشتغلنا على الاتنين دول هننفس يعني احنا عندنا القوى والسرعة واحنا قريدي عندنا الهندبول هنقدر النافس يعني انت شاف ان في استجابة ممكن من طبعا بيضير لهم البرامج بتاعتها كل حاجة نحتاج شوية وقت لان الموضوع التغيير ده مش يجي في السنة ولا سنتين تديهم وقت قدي ايه يعني على أهل سنتين ثلاثة يحتكوا يعني من السنتين ثلاثة انا بشتغل اليوم هم قاعدين هنا اه بره ولازم يعني البطولات يشارك في البطولات ديت عشان يبتدي يحس ما انا اللعيب انا ما باجي ألعب مع مستوى اعلى مني لما باجي أقعد مع نفسي بابتدي اعمل مقارنات يعني انت على اساس ان هو اكتسب خبرات يبقى الموضوع هل انت بتعدهم عشان ينافسوا على افريقيا ولا مجرد اعداد ان اشارك في افريقيا لا انا بعد عشان عشان انا نفس اه انا شاركت اول مرة اه وشاركت تاني مرة المشاركات ديت الهدف منها ان انا اطور مستوى اللعيبة هنا هو اتوارفع لياقتهم البدنية والعناصر البدنية عندهم بحيث ان هو اللعيب يبتدي يخش في المنافسة هل انت شايف باللوقتي بيضير لهم التكتيك والفتنس وكل شيء ده اه وشاركوا قبل كده مرتين زي ما انت بتقول تقفل مرتين اللي هم شاركوا فيها دي هل دي ممكن تديهم ثقة ان انا هلعب قدام انجولا واي فرقة يعني ان انا لازمك سبع بالضبط ما هي مع الوقت هيبتدي اكتسب ثقة يعني هو انا شايف العيب ده الوقت يفوق يعني شايفه كده وانا كده لما ابتدي احتكي بيه كذا مرة وابتدي الفرقات اللي ابتدي تقل خلاصا ما يعني هي دي النقطة طيب خطتك الموسم ده انتوا انجحتوا الموسم اللي فات خطتك الموسم اللي جاي ان شاء الله اللي احنا اللي هو بدأ هل انت حطيت خطيتك حافظوا على اللي انتوا فيه ولا بتبصوا لقدام اكتر الاتنين وانا انا ماشي انا دايما بقول وانا ماشي بصص لقدام ما وبصش ورا خلاص اللي راح راح اللي ورا ده انا خلاص انا خلص وعملت تقرير بايجابياته وسلبياته عارف ايه السلبيات اللي عندي اللي لازم اشتغل عليها لقدام فانا حاطت الريدي الحاجات اللي انا محتاجها عشان استمر فبتدي اشتغل بقى على النوع قضية اللي هي الاستمرارية انا مفيش حد بيكسب على طول لا طبعا لكن انا لو انا شغلت صح ومقسص صح هتبقى في حتة كويس يوم ما هيحصل دروب هيحصل وارجع على طول مش هنزل جامد دي غير مقبولة في الناد الاهلي مش مقبولة لكن شيء طبيعي ان انا ممكن ممكن اخصر لا ما هده الرياضة فيه مكسب مخصارة انا لو واقف على رجلي وبشتغل صح الموضوع دوت مش ياخد مني وقت طويل ربنا يوفى ان شاء الله ياسر لما قولك الاعلام الاعلام ادى حقه لكونت اليد المصرية والاهلي والزمالك بعد ما حقاول الطفرة الكبيرة اوي دي حقيقة واحنا شايفين طفرة كبيرة اوي في الاعلام في الاهتمام في التغطية اه انت شايف انت كنجم من النجوم خدت حقك اعلاميا سواء ما كنت لاعب او كنت اداري او كنت مدرب او مدير فني وكلا انت شايف انت خدت حقك فيه وانا العيب خدت خدت وخدت فرصتي كواحد من النجوم اللي اعبقى في الفترة ديت الحمد لله يعني السنة دي خدت حقك السنة دي اه والله يا خدت ان انا بس الواحد عاوز اسعاد بيحس كده ان عامل نفسي بس يا كنت مصطفى انت عايف الموضوع الاعلام ده برضه بيسعاد بيتطلب حاجات معينة من الشخص في التعامل مع اه انا بشغال بشوف شغلي ومالكش دعب اي حاجة تاني مالكش شنالية او ركلو باعلامي زي ما بعض الناس ما بتعملوا مدربين بيعملوا كتير اوي طيب انا معايا الاستاذ محمد سلامة الناقد الرياضي اه حبيب اه ومحمد امن اعرف انه حبيبك هنشوف هيقولك ايه وترجع ترد عليك